كان وزير الخارجية سامح شكري قد عقد اجتماعاً ثنائياً مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وعقب هذا الاجتماع ترأس الوزيران لجنة المتابعة وتشور السياسي وأشارت وزارة الخارجية إلى المشاورات المكثفة على جدول أعمال وفدي مصر والسعودية لتطوير آليات التعاون الثنائي على كل المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية وتنصيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في غزة